السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. معكم احمد العربي من ميكروتيك افريقيا وجربنا على الفيسبوك ميكروتيك افريقيا. ونرجو ما انا لعدى اعمل انضمام الى الجروب وعمل شاركة الموضوع ميديوهنا كي يشيدها الاعضاء الجديد. شرحنا ان شاء الله نارضة الموقع DDWRT.com. يمكن شرحت الموقع دوة 8 سنتين شرح نظري مع الصور وبعض الاعضاء اللي تعاوزين شرح الفيديو عشان استفاد اكتر من الموقع عام احمد. وطبعا هشرح لكم الموقع النهاردة بيتكلم عن ايه او بيقول ايه? او دي لازميته ايه? لان بعض الاعضاء الجديدة مش عارفة دوة. ويمكن بعض الاعضاء القديمة ما اا نزلتش على الاجهزة او اا ما استفدتش استفادة كاملة من الخاص بالدوة دوة يا شباب قلنا اا بينزل على ايه بالزبط? بينزل على الاجهزة سبعمائة واحد وسبعمائة وربعان. الاكسيزات طبعا. اا طبعا بنزل على الاجهزة اللي هو او البيكوستيشن او الناوستيشن ام تو بنزل على برضك. طبعا الشركة مش عاملة جميع الصفتات مجانية. طبعا الشركة عاملة بعض الصفتات مجانة وبعد الصفتات بيتم شرائها من على الموقع او الشوبنج من على الموقع. بتقدر تسجل من على الموقع ويكون لك اي شكوى تقدر من خلال ايميل ادريس بتاعك وتقدر تراسل الموقع مفيش اي مشكلة. اا يمكن آآ هنشوف مع بعض الكلام اللي احنا اتكلمناها دوت وبعض الصفتهات بنزلها ازاي منه على الموقع او بعض الصفتهات الموجودة ايه? طبعا لو دخلنا على بنخش على طبعا من خلال قولنا الصفحة دي بنقدر نشتري بنعمل آآ عليه نشتري ما فيش اي مشكلة طبعا الموقع بعرض بعض البرد الصفتهات اللي هي بتيجي البردة بي صفت الجاهزة ما فيش اي مشكلة وبعرض بعض المنتجات اللي هي بعض الكنكتورات او بعض الخاص باي نوع راوتر انت عاوزه بيكون موجود بتشتريه من الموقع وبطبع طبعا بعض الاصدقاء بتعمل تقييم من خلال النجوم للمنتج او الاجهزة اللي موجودة على الموقع طبعا قلنا الموقع آآ بيدعم آآ بعض البنوك اللي انت شوفينا في الاخر ديت اللي هي وعندك بعض البنوكة اللي هي المنتشرة طبعا اللي هي موجودة على الانترنت آآ طبعا لو دخلنا يا شباب على قامة طبعا لو دخلنا في ودخلنا على الروتر ماشي دي اول حاجة ديت قلتها ديت من خلالها نقدر نحدد في المور اللي احنا عاوزينه للاكسيزات او النوع الاكسيزات وطبعا بالاصدارات لو كتبنا مسلا سبعمية واحد واربعين اللي هو الاكسيز سبعمية واحد واربعين خش على بتاعه طبعا بيخش زي ما انتم شايفين هو ال �اذ ميتوا واحد واربعين ان دي بتبدأ تضغط على الملف اللي انت عاوزها هو وبتبدأ تختار الملف لو عاوزه ر اي ار الملف مضغوط او تختار اللي هو البن على الملف على طول طبعا ديت هاوات زي كنت شايفين بيجيب لك الملف مضغوط وكان طبعا لو عايز تختار الملف مباشر ما مشى اي مشكله بتبدأ تضغط على الويب فلاش بيبدأ ينزل لك اللي هو الملف خاص بالفلاش بتاع الجهاز تمام اا من خلال الاخر حاجة اللي هي دي يا شباب دي من خلالها طبعا انا بجيب لك الحاجات الكوائم المهمة في الموقع يعني بعد الكوائم التانية دي مش هتحتاجها في حاجة طيب القوامة دي بيجيب لك حاجات مسؤولة عن شركة مثلا اليوبكوتي اللي هو قلنا طبعا البوليت والبيك والنانوستيشن اللي بتقول الكلام ده كله طبعا اليوبكوتي زي ما انتو شايفين اول واحدة موجود فيها سبعتاشر ايتمز لو ضغطنا على اليوبكوتي دي هيظهر بالفعل سبعتاشر ايتمز يعني سبعتاشر ملاف لو عدينا لو عدينا من الاول اوات ادو واحد ماشي لو عدينا من الاول ادو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر سبعتاشر ايتمز زي ما انتو شايفين واخر واحدة دي ما بتتعدش تمام عندك ليه البوليت الوب وعندك 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 و عندك وعندك زي ما انتوا شايفين. بعض الحاجات قلنا موجودة وبعض الحاجات قلنا مش موجودة. يعني دخلنا عالامة دي عودة laboratories موجودودة. قوت رفعين لوة. اهو الخاص بيه طبعا زي ما انتوا شايفين أهو. رفعين الملف بتاعهم مفيش اي مشاكل عندنا. وطبعا لو رجعنا تاني ودخلنا على اليوباكوتي طبعا. ودخلنا خلنا قلنا البوليت موجود لتوقت شي با هو أكيش اي مشكلة تقدر تخش تحمل ما فيش اي كلام عادي اهو اهو تقدر تحمل الملف ما فيش اي مشكلة. طبعا لو قلنا لو معرفتش نزل على الجهاز في الحالة دي ممكن تقدر ان ان تت هتضرب فلاشة الجهاز وجهاز مش يشتعل معا خالق لو متمكن تقدر تنزل genuine فرموير ما فيش اي مشكلة عندك. طبعا اخر حاجة داية ممكن تقدر ان انت تعمل هو já تبعت من خلال او الاميل ادرس ان انت هتقدر تضغط الاسم بتاعك والاميل ادرس بتاعك وتقدر تضغط اللي هو التعليق اللي انت عاوزه او تعمل حل المشكلة بتاعتك طبعا هتكتب نفس الكود دوت هنا وتضغط على سند ايميل ترسلهم ما فيش اي مشكلة طبعا قلت الموقع جميل جدا جدا وممكن شرحته من سنتين بس عاوز اشرحه تاني للاعضاء فيديو علشان تقدر تستفيد منه اكتر وطبعا يا شباب قلنا لازم تقوم تكون متمكن ولو كتبت سبعمة واحد واربعين اهو اهو او عاوز مسلا تمنمية واحد واربعين اهو تمنمية واحد واربعين اهو زي ما انتم شايفين الصفتات كلها موجودة وبتنزل اه بالتحديثات كاملة ما فيش اي مشاكل عندنا تمام بتقدر تنزل الفيرموير بتاعك عادي ما فيش اي مشكلة وتتأكد من الاصدار بتاعك اه طبعا اه في نهاية الموضوع بحب انني اه ندعو للاخ سينان بالرجوع بالسلامة ان شاء الله وطبعا بقول حاجة تانية يا شباب برجاء عمل مشاركة للموضوع علشان الاعضاء الجديدة اللي هي اه بتكلمنا على الفيس بتسأل على الموضوع بكون الموضوع نشرحه من سنوات وبوها مش عارف الموضوع فانت لو عملت مشاركة للموضوع ممكن هو بيخش عندك في الصفحة بيشوف المشاركة بقدر يخش على الموضوع بيشوف بيستفاد يعني انت بتعمل يعني صدقة ان انت تنشر العلم دو التاني والناس تقرروا عشان ان يبقى موجود او ملف موجود للعمر للاجيال القادمة الناس اللي هتشتغل اللي عنده مشكلة اه وبيبقى يعني الناس تقدر ان هي تتواصل مع بعض مشي واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته